اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين الخصخصة في تونس تهدد قطاعات الدولة المنتجة وسط مطالبة باجراء اصلاحات تعيدها الى الربحية حرب التحالف السعودي وحصاره يحرمان اطفال اليمن فرحة العين اهلا بكم تعاني المؤسسات العامة في تونس من وضع اقتصادي صعب يهدد معظمها بالافلاس ما دفع المراقبين الى الدعوة الى التعجيل بفتح ملف الاصلاح او خصصة عدد منها للحد من نصف الخسائر المادية التي تسقل كاهل الدولة بين شبح الافلاسي وكابوس الخصخصة تعيش المؤسسات العمومية في تونس التي تحولت من قاطرة للتنمية وخلق الثروات في التسعينيات الى عامل معطن للتنمية بعد الثورة لما تعانيه من غياب الحوكمة وارتفاعا في حجم العمالة بما يفوق حاجة الانتاج وتراجع صارخ في المردودية ليتجاوز حجم خسائرها 4 مليارات دينار جل هذه المؤسسات خسرت ربما رأس مالها وحتى اكثر من رأس مالها واصبحت فعلا تشكل عبء ثقيل جدا على ميزانية الدولة لان هذه المؤسسات كانت تساهم سنويا بارباحها التي تحولها الى ميزانية الدولة كانت تساهم في تمويل نفقات الدولة ان كانت نفقات تسير او نفقات استثمار الان اصبحت كلها تطالب بدعم من ميزانية الدولة التي تفتقد الامكانيات الان ما سميها بالمشروع الوطني للاصلاحات الكبرى طواه النسيان والحكومة لم تشرى حتى الان في تشخيص اسباب الفشل او اتخاذ اجراءات استثنائية لايقاف نزف الخسائر المادية ووضع استراتيجية الاصلاح وحتى التفكير في الذهاب الى خصخاصة بعض المؤسسات يحتاج الى التوافق تحديدا مع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة المؤسسات العمومية التي تشكو حالة عجز وهي ايضا غياب الشفافية وهي اصبحت عبء على الدولة وعبء على المواطن التونسي وتحتاج الى مراجعة جوهرية خاصة في ما يتعلق بتسيرها وببرامجها وخططها المستقبلية وتطوير يعني اداءها هناك الان توجه داخل الحكومة الحالية الى خصخصة هذه المؤسسات والبدأ اولا بالمؤسسات الرابحة وهذا خطر حقيقي هناك حرص او محاولات في المدة الماضية لدفع بملفات خصخصة عدد من المؤسسات الرابحة واذكر منها الشركة التونسية للتأمين ويعاد تأمين شركة ستار وهي شركة رابحة تحتاج الحكومة بحسب مراقبين الى فتح حوار شامل مع الفاعلين الاقتصاديين والخبراء والاحزاب السياسية الكبرى لتحقيق توافق واسع حول رؤية للاصلاح تنقذ المؤسسات السيادية الكبرى وتخصخص جزئيا او كليا عددا من المؤسسات التي تعاني من صعوبات هيكلية اصلاح المؤسسات او خصخصتها قد يفتح الباب امام انتقادات واحتجاجات على الحكومة لانه سيمر حتما عبر تسريح آلاف العمال اعمت شتار تونس المياد قررت الحكومة الايرانية اقامة نظام السفر من دون تأشيرات للأفواج السياحية الوافدة من روسيا وبحسب بيان نشرته الحكومة الايرانية فان مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزارة الخارجية قرر السمح باقامة نظام السفر من دون تأشيرات على اساس التبادل لمجموعات من مواطني الدولتين وفق ما تفق عليه رئيس البلدين اثناء زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى موسكو في اذار مارس الماضي ارتفعت كلفة تأمين على الديون السيادية القطرية الى اعلى مستوياتها في عام بعد تحديد مهلة اخيرة لقطر مدتها عشرة ايام لتنفيذ مطالب الدول العربية المتنازعة مع قطر وشملت قائمة المطالب 13 مطلبا من بينها اغلاق قناة الجزيرة وخفض العلاقات مع ايران واغلاق قاعدة تركية في الدوحة ودفع تعويضات واظهرت بيانات اي اي ايش اس ان عقود مبادلة مخاطر الاعتماد القطرية لاجل خمس سنوات ارتفعت اربع نقاط عن اغلاق يوم الجمعة اجتمع امير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مع دالين وودز الرئيس التنفيذي اكسل موبيل النفطية لبحث امكانات تعاون في اعقاب الخلاف بين قطر واربع دول العربية قالت وكالة الانباء القطرية ان الاجتماع عقد في الدوحة وحضره ايضا المدير العام لاكسل موبيل قطر بهدف تطوير تعاون بين الجانبين ولسيما بعد المخاوف التي اثارها الخلاف الخليجي في اسواق الطاقة وكانت اكسل موبيل قد اكدت سابقا ان انتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره من قطر لم يتأثر بالخلاف قال تجار اوروبيون ان الاردن لم يشتري اي كميات في مناقصة عالمية طرحها لتوريد مائة الف طن من علف الشعير وتوقعوا طرح مناقصة جديدة خلال ايام قليلة وواجه الاردن صعوبات في الشراء في سلسلة مناقصات القمح والشعير في الاشهر الاخيرة اذ يقول التجار ان هناك حالة من الضبابية تكتنف شروط مراقبة الجودة والسداد الجديدة ما قلص من مشاركة مصدري الحبوب الرئيسيين اجواء من الكآبة تلف مخيمات النازحين اليمنيين في صنعاء فالعيد يحل عليهم وهم خارج بيوتهم وحاجاتهم الاساسية لتصل دائما بالقدر الكافي واهمها الغذاء والدواء والالبسة احمد عبد الرحمن زار مخيم ضروان للنازحين وعاد بالتقرير التالي ابتسامات بريئة لا تداري بؤسا أظهرته ملابسهن الرثة وهن يحاولن القبض على العيد على مقربة منهن اتخذت فتيات أخريات من هذه الناقلة وسيلة للعب عليها وليس ببعيد يدور عثمان بدراجته تحت أنظار أقرانه في متنفسهم الترابير علّه يقع في العيد هكذا هو عيد أطفال النازحين في هذا المخيم خارج صنعاء منذ أكثر من عامين بعد أن دمرت المقاتلات السعودية منازلهم في صعدة ما معنش لا جنبية ولا غطرة ولا صندة نحتاج الصلاة نشألنا أدوان للعيد نشألنا حاجة للعيد عيد كئيب منزوع الفرحة وبلا ملامح يشبه سائر أيام فؤاد ومريم وأطفالهم التسعة طالما بقوا رهن المعاناة والنزوح لا ملابس جديدة لأطفالهم ولا غذاء في خيمتهم ويشكون تقطع نافذين في المنطقة لمساعدات فاعلي الخير ونسيان منظمات الإغاثة الخارجية ووحدة النازحين المحلية طريقها إليهم قساوة التفاصيل جعلت عيد هؤلاء باهتا وفرحة مؤجلة حتى تتوقف الحرب على وطنهم ويعانق جدران بيوتهم وبعودتهم يكون عيدهم في حضرة عيد الفطر الثالث لهم هناك نازحين بعيدا عن منازلهم المدمرة والبعيدة يخاطب هؤلاء العيد على طريقة الشاعر البردوني حين صرخ في وجهه يقولون جئتا فيعيد أين هلال الشعوب لماذا انطفأ قبل أن يقمر أخلت زمان الغزاة قضى فهذا الهشيم الذي أثمر فيعيد من عبأ الضوء موتا ودس بآباطه العسكرة أحمد عبد الرحمن من مخيم ضروان همدان إلى الشمال من صنع الميادين ارتفع ثقة شركات الألمانية في حزيران يونيو خلافا للمتوقع ووصلت إلى مستوى قياسي فوق 115 نقطة في مؤشر على التفاؤل بين المسؤولين تنفيذيين لهذه الشركات وقال معهد إيفو الأبحاث الاقتصادية ومقره ميونيخ إن مؤشره لمناخ الأعمال يستند إلى مسح شهري يشمل نحو 7000 شركة لافتا إلى أن الشركات صارت أكثر ارتياح حان الوضع الحالي للأعمال هذا الشهر صفر يورو قيمة الأوراق النقدية الجديدة التي أصدرتها ألمانيا بترخيص من البنك المركزي الأوروبي هذه القيمة الإسمية الأوراق النقدية تشبه المنتجات التذكرية وليس لها قيمة شرائية ولكن تنطبق عليها كل قوانين الحماية المطلوبة في سوق المال وأصدرت ألمانيا من هذه الأوراق نحو 5000 طبعة يمكن شرائها كعملة تذكرية بسعر 2 يورو ونصف للورقة الواحدة صفقة توصل إليها مصرفان متعثران في إيطاليا تدفع الأسواق الأوروبية إلى الارتفاع بعدما تمكنت روما من عقد صفقة تكلفها 17 مليار يورو تؤدي إلى انتقال الأصول الجيدة للمصرفين إلى بنك إنتيزا ساو باولو وأدت استفقة الإيطالية إلى دعم مؤشر المصارف لأكثر من 1.5% علما أن أسهم بنك إنتيزا ارتفعت 3.5% وسهمت أسهم شركة نيسلي في دفع الارتفاع بعد إفصاح مستثمر رئيسي عن امتلاكه 1% من أسهم الشركة داعيا إلى تحسين هوامش ربحها وإعادة شراء أسهم وتقليص الأنشطة غير الأساسية أكدت بريطانيا أنها سوف تواصل تطبيق دخول السلع الواردة من نحو 50 دولة نامية من بينها بنجلاديش وسيراليون وهيتي الأسواق البريطانية بلا جمارك بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وقالت الحكومة إن نحو 48 دولة ستواصل الاستفادة من التصدير المعفى من الجمارك بالنسبة لكل استلع بستناء الأسلحة والذخائر إلى أسواق بريطانيا وإنها فور انسحابها من الاتحاد الأوروبي ستبحث خيارات توسيع العلاقة التجارية بشكل أكبر دعا أعضاء بريزونة في الكونغرس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب إلى الضغط على رئيس الوزراء الهندي نارين درامودي لإزالة العقبات أمام التجارة والاستثمارات الأمريكية وقال النواب وهم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن المناقشات السابقة مع الهند لم تؤدي إلى إزالة العقبات الرئيسة ولم تمنع الهند من وضع عقبات جديدة وأوضح النواب في رسائلهم أو رسالتهم أن العقبات تتمثل بتعريفات الجمهورية العالية وعدم حماية حقوق الملكية الفكرية بما يكفي وممارسات تنظيمية غير شفافة بهذا الخبر نختم النشرة للمزيد زوروا موقعنا الميادين دوتنات باللغتين العربية والإسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء